الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية يجب النظر في موارد تمولية غير تقليدية فضلا عن حل أزمة الديون المتراكمة على الدول الإفريقية وخلال كلمته أثناء تسلمه رسالة اللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومة الوكالة الإلمائية للاتحاد الإفريقي النباد استعرض الرئيس السيسي أولويات الرئاسة المصرية لللجنة حيث أكد أنه سيتم العمل على تكثيف حجد الموارد المالية في المجالات الذات الأولوية فضلا عن التركيز على محور التحول الصناعي والإصراع من تحقيق المستهدف من اتفاقية التجارة الحرة القارية مشيرا إلى أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبرات شركتها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موسيس كوريا المبعوث الخاص للرئيس جمهورية كينيا الذي سلم رسالة خطية من الرئيس الكيني واليامروتو تضمنت الإشادة بتميز العلاقات الثنائية والإعرابة عن التطلع لمواصلة تدعمها على جميع الأصعدة الرسالة تضمنت أيضا طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا هذا وأكد الرئيس السيسي على التطلع المتبادل لتدعم العلاقات الثنائية وتفعيل أطور التعاون المشترك مشددا على الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية أعرب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانجي خلال اجتماع في باريس عن توفق البلدين على المساهمة في السلام في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ونقشها ماكرون مع وانجي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعيتها على الدول الأكثر هشاشة لسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والقدرة على التمويل أعلن وزير الدفاع الألمانية بوريس بيستراتيوس أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا في نهاية مارس المقبل نصف كتيبة دبابات ليوباردتو أي نحو 15 مدرع وكانت ألمانيا قد تعهدت ودول غربية أخرى في نهاية يناير الماضي بمنح أوكرانيا نحو 30 دبابة من طرازي ليوباردتو لمساعدة كييف في التصدي للعملية العسكرية الروسية أنتقد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك سويسرا لرفضها تزويد زخيرة لمدافع جيبارد الألمانية الصنع المضادة للطائرات والتي تستخدمها أوكرانيا لصد العملية العسكرية الروسية وخلال تصريحات صحفية قال هابيك أن بعض الدول ما زالت تمتلك ذخائر لكنها مترددة في تزويد أوكرانيا بها لأسباب تاريخية على حد قوله قال المعهد الدولي للدراسة الاستراتيجية في لندن أن روسيا فقدت نحو نصف أفضل دبابتها منذ العمليات العسكرية على أوكرانيا وتكافح لتعودها بينما تستعد كييف لاستلام دبابات حديثة من الغرب وأضف معهد الدراسات الاستراتيجية أن معدلات خسارة بعض فئات الدبابات الروسية الأكثر حدثة تصل إلى 50% مما أكبر موسكو على الاعتماد على نماذك أقدم تعود للحقبة السوفيتية مشيرا إلى أن روسيا حفظت على سلامة قواتها الجوية إلى حد بعيد وقد تنشرها بشكل أكثر فعالية في المرحلة التالية من العملية العسكرية ورياضيا فاز بروزيا دورتموند الألماني على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا وفي مباراة أخرى بالدور ذاته تغلب بينفيكال البرتغالية على مضيفه كلوب بروغ البلجيكي بهدفين دون رد وتغلب منشستر سيتي على مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدور الإنجليزية بهذا الانتصار ارتقى منشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة وهو نفس رصيد أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن السيتي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل